صدام غزل كويت بذمتك؟ ايوالله العظيمة شو حوله ولا قوة هلا مش تدبره الحين؟ مش تقول ايوالله لا حوله ولا قوة هلا ايوالله لا حوله ولا قوة هلا ناللهن اليه راجعون بصراحة كنت أحسب صدام يهدد وما راح يدخل الكويت هؤلاء لا يمكن لك أن تتنبأ بما سيفعلون أخذ بلد كامل بيوم واحد ساعات يا شيخ بهجر يا شيخ واحد بقوله ايش تتوقع بصير يا شيخ شعيد؟ دخول صدام الى الكويت عمل خطير وسيكون له تبعات أخطر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر صموصات ترجمة نانسي قانقر تم تمر من قرآ ميت السيئور هنا الكويت ايها المواطنون الكويتيون الاحرار ايها العرب في كل مكان لقد كفر الغدر عن نابه وكشف الطغيان عن مخالبه واماط اللسامة عن مطامعه ان الذي يتم الان وعلى مشهد ومسمع من العالم كله صورة مخزية للغدر نفسه ان غزو الكويت باسم العروبة هو احد اعاجيب الدنيا ولكن متى عرف الطغيان الحياء ان نشيد العروبة على فمهم كان خدعة ان حماية العروبة في اعلانهم كان مكرا ومناورة تحدثوا عن القيم وخانوها وتحدثوا عن الخيانة وتمرغوا في حمأتها وسيعلموا لك وراك طفيت الراديو يا اخي عشر مرات وحنا نسمع طاقة صدورنا والله طاقة صدورنا انا انا مستغرب انا مستغرب على الحين وشلون يبثون من يذاعة الكويت والجيش العراقي كله عندهم زابني زابني اللي هم في مكان ويبثون منها اكيد قاعدنا اسمعي ذاعتنا ما قالوا خبر ولا شيء اعوذ بالله اعوذ بالله الله اللي قاعد يصير هذا جنوب الله هو اكبر عليهم علموني الحين وش بتسوون مع عيال عمومتكم الكويتيين وش بنسوي بأمتي هذول ما عرفناهم من يومنا بزري عن قطر كان ابوهم يجي يزور ابويا الله يرحموا عقب ما مات ما شفناهم ولا عرفناهم اي بس والو هذولا ايها العمومتك